لم تتوقف ميليشيا الحوثي عند حدود رفض تنفيذ اتفاق الحديدة بل تعدته إلى احتجاز سفينة البعثة الأممية الخاصة بتنفيذ الاتفاق فبعد عام ونيف من مماطلتها في تنفيذ بنود الاتفاق اتهم مصدر حكومي ميليشيا الحوثي باحتجاز السفينة التي تحوي أيضاً ضابطين حكوميين يعملان في مركز العمليات المشتركة ليست المرة الأولى التي يعمد فيها الحوثيون إلى منع السفينة المتجهة إلى ميناء المخاء من الوصول إلى وجهتها فقد منعوها أكثر من مرة من المغادرة في وقت سابق الفريق الحكومي كان قد أعلن في 11 من مارس الجاري عن تعليق أعماله مع البعثة الأممية احتجاجاً على إصابة أحد ضباط الرقابة التابعين للفريق الحكومي برصاص قناص حوثي وهو الأمر الذي دفع الميليشيا لمنع سفينة البعثة الأممية من المغادرة وفق مراقبين وعلى الرغم من أن السفينة التي تستخدمها الأمم المتحدة كمركز عمليات لضباط الرقابة المشتركة لا تخضع لسيطرة أي طرف إلا أن احتجاز ميليشيا الحوثي لها يعد انتهاكاً خطيراً لمسار المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة وهو ما يضع أكثر من علامة استفهام حيال صمت الأمم المتحدة عن ذلك ترجمة نانسي قنقر